اشتركوا في القناة ولكن على مستوى كل دول العالم يكثر الحديث عن ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا هذه الحرب التي تحصل بينهما ودخول القوات الروسية إلى أوكرانيا ربما شعب العراق أهل العراق أهلنا من الناس الذين تأثروا بهذه المناظر أكثر من غيرهم لسبب واضح ومعلوم للجميع أن أهل العراق يرون في هذه المشاهد التي تنقلها بعض القنوات الفضائية عن دخول المدرعات والدبابات والحرائق والدبابات المحترقة والبيوت المحترقة والقصف والقتلى والدماء يرون في بعض من مشاهدها ما كان يحصل في العراق ما حصل في العراق من عام 2003 ولحد الآن مو ما كان يحصل حقيقة يرون فيها صورة من صورة احتلال العراق رغم أن ما حصل في العراق لا يمكن أن يقارن مع أي صور حصلت وتحصل في العالم ما حصل في العراق شيء فضيع وكبير وعميق ولا يمكن يعني الإلمان به كارثة كبيرة حلت في العراقيين وذهب ضحيتها أكثر من مليون ونصف عراقي وخرب البلد ودمره وطاطع السنة من الخراب والدمار والسرقة والفساد والنهب والهجرة والتهجير والنزوع كارثة كبيرة الحقيقة ربما أهل العراقي يعني يستعيدون هذه الصور بألم فضيع جدا لكنهم في كل الأحوال في داخلهم في عقولهم في نفوسهم لا يقفون مع هذا الطرف ولا مع هذا الطرف يعتبرون كل هذه الأطراف قد أساءت إلى بلتهم أوكرانيا على الأقل الأشياء جاءت بجيشها وانضمت إلى أمريكا في احتلال العراق عام 2003 ودخلت معا فقضية غير قضية لكن ما يهمنا الحقيقة ليس هذا ما يهمنا في هذه الصور التي تنقل في هذا الحدث الذي يحصل هو خطاب الكراهية خطاب كراهية الغرب لنا يعني كنا وما زلنا نقول أن هناك رؤية مزدوجة هناك كيل بميكيالين كنا نقولها من زمان وكان أهل العراق وأنا أقول كنا نقولها يعني أقصد أهل العراق كان يقولون هذا وربما واحدة من الصور التي كشفتها هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي هذه القضية ظهر الغرب بأبشع صوره بأبشع صوره العنصرية يعني كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأسبق لأمريكا والتي كانت في وقت احتلال العراق 2003 كانت مستشارة لأمن القومي بعد ذلك أصبحت وزيرة الخارجية تقول اليوم مستائه هي من ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا تقول يعني الآن أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة ولا يجز لدولة أن تقوم باحتلالها الله أكبر وماذا فعلتم أنتم لم يكن العراق دولة مستقلة وذات سيادة وجئتم عبرتم الأطلسي وجئتم بجيوشكم واحتليتم العراق أنتم بريطاني يعني أنتم تفعلون حلالا وغيركم يفعل حرام ما هذه هي شريعة الغابة التي عمّنتموها والتي أردتم لها أن تكون متسيدة في كل الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تبقى سيادة ولا كرامة لكل دول بسبب قوتكم وعن جهيتكم وسبب الأفراط في استخدام القوة وأما عن المبادئ والقيم هذه كذبة كبيرة يعني الآن معايير مزدوجة هناك يعني حقيقة في التعامل الغربي والأمريكي مع كل دول العالم وبالذات معنا أهل العراق يعني الحديث عن حقوق الإنسان والإنسانية والأخلاق والمبادئ والقيم والقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة كذبة كبيرة لأنه الآن يتحدثون عنها في الحديث عن أوكرانيا وماذا عن العراق؟ هذه لا أحد كان يسمح له بالحديث عنها حتى وسائل الإعلام لم يسمح لها بالحديث عنها الكل يجب أن تنصع للهراوة الأمريكية وتقبل بالذي يحصل في العراق وما جرى في العراق ساطع السنة من خراب ودمار وكارثة كبيرة هذه نتائج أن الآن العراق من أسوأ دول الدنيا أكثرها فساداً أكثرها قراباً أكثرها طائفية أكثرها تمزقه وتدمير ولكن ما زال يدعمون هذا النظام ما زال يدعمونها النموذج اللي فعله أحد واحد من مراسلي القنوات الأمريكية المشهورة يقول يعني مستغرب هو كيف يمكن أن الصواريخ الكروز هذه تسقط على أوكرانيا هذه ليست ليست العراق وافغانستان هذه ليأة يعني شون تسقطوا هذه دولة أوروبية متحذرة هكذا يقول متحذرة شعرهم أصفر وعيونهم زرقاء يعني أنتم تتعاملون مع الناس وفقاً لجغرافيا اللون شعر أصفر وشعر أزرق ولون أسود ولون أبيض طيب وين حقوق الإنسان وين شريعة حقوق الإنسان وين ميثاق الأمم المتحدة والحديثكم عن المبادئ والقيم والاستقلال والدفاع عن الحرية وإزاحة الدكتاتورية وين هذا الحديث؟ هذا الحديث كذب وكذبة كبيرة طيب إذا كنتم تتحدثون عن الحضارة هل يمكن أن يقارن أي بلد في الدنيا بالعراق؟ العراق هو لهذا المتخلف الذي خرج بهذه القنوات الأمريكية وقبله رئيس وزراء بولندا يتحدثون أيضاً عن هذه العراق أو أفغانستان أو هذه دولة أوروبية يعني هؤلاء المتخلفين عليه من يعرفوه أن العراق إذا كانوا لا يعرفوا عليهم أن يتعلم ويقرأو الكتب العراق هو مهد الحضارة هو الذي علم الناس الحضارة هو الذي علم الناس الكتابة هو الذي بنى المدن هو الذي علم بناء المدن هو الذي علمهم الزراعة هو الذي وضع القوانين هذه مسلة عمرابي هو الذي أسس التجمعات والدول والكيانات حضارة سادة الدنيا كلها حضارة عمقها 12 ألف وأكثر في عمق التاريخ 12 ألف سنة وأكثر في عمق التاريخ الآن تتحدثون عن أوكرانيا وغير أوكرانيا بغض النظر ما احترامنا لآلام الأوكرانيين بآلام كل الدنيا وآلام كل الشعوب هذه نحترمها مثل ما نحترم آلامنا وجراحاتنا لكن في نفس الوقت لا نقبل اليهانة لا نقبل أن تعاملون معنا بهذه المعايير المزدوجة بهذه الطريقة الفجة الغريبة ولو كانت لدينا حكومات وطنية وتحترم نفسها وتحترم شعبها لا ما قبلت بهذا التمييز العنصري هذا التمييز عنصري سياسيون وإعلاميون ودعون أنهم البعض منهم مثقفين وكتاب في صحف غربية ووسائل أعلام غربية تتحدث في نفس المنطق شعرهم أصفر شعرهم أعيونهم زرقاء فهؤلاء لا يجوز أعرف أن الباقين هؤلاء الذين شعرهم سوداء وبيضاء ألوان جلودهم صمراء سوداء هؤلاء ليذبحوا ويقتلوا لا فرق وأن تنتهك سيادتهم ويقتلوا يعني الحقيقة هذه يعني هذه لا تعبر عن سقطة الحقيقة يعني البعض يقول هذه سقطة ربما هنا واحد لا هذه لا تعبر عن سقطة هذه تعبر عن حقيقة تفكير رئيس الوزراء البولندي يقول هكذا المهاجرين العراقين وغيرهم كانوا على حدود بولندا لشهور طويلة لم يسمح لهم لكن بولندي عندما الأوكرانيين عندما حصل هذا فتحوا الأبواب وكلها لهم ومع ذلك استثنوا العراقين وغيرهم يخرجونهم وكأنهم يعني فيروس يتعاملون معهم بهذه الطريقة مع الأسف الشديد هذه قياسات قياسات خارطة العالم في الرؤية السياسية والإنسانية والأخلاقية والقانونية هكذا يروننا يروننا دول متخلفة دول عليها أن تتحمل كل شيء دول نجرب بها كل الأسلحة وقد جربوا بالعراق كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة لكن في دولهم لا يجوز هذا نحن ومن يجب أن نتحمل كل نفاياتهم هذا هو الأمين العام الممتحدة ظهر وهو يبكي على المهجرين من أوكرانيا طيب والمهجرين من العراق مؤكثر من 10 ملايين عراق يتهجر 6 ملايين عراق نازحين لحد الآن أكثر من مليون ومئتين ألف عراقي بالخيم عايشين يتحملون كل مصاعب الدنيا ويواجهون كل الكوارث لا أحد لا بواكي لهم بشعوب الأرض بالذات للعراقيين لا بواكي لكم هؤلاء يتعاملون معنا بعنصرية بدون قيم بدون أخلاق ليعرفوا يعرف شعب العراق ماذا جاء به من العراق ومن هي الحكومات التي جاءوا بها لتحكم العراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكرا جزيلا لتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استردعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة